موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار المحلية من قناة عدن الفضاية ناقشها محافظ حضر موت فرج سالمين البحزني بمدينة المكلة مع اللجنة الفنية لكهرباساح لحضر موت الاحتياجات وتدخلات العاجلة للصيف القادم ونسبة العجزة في الطاقة التولدية وسبل معالجتها ووجه محافظ حضر موت بتوفير 40 ميجا وط كحد أدنى لكهرباء الساحل مع دورات التدخل في تأهيل المولدات القابلة للصيانة بمحطة الريان كما جرى مناقشة عرض مقدم من أحد الشركات لتوفير 100 ميجا وط بطاقة شمسية للاستفادة منها في تحسين خدمة التيار الكهربائي بعد إخضائها للدراسات الفنية من قبل اللجنة الفنية للكهرباء بساحل حضر موت نظم مكتب الثقافة بمحافظة الشبوى حفل تأبين فقيد الحركة الثقافية والأدبية الباحث المؤرخ بدر بامحرز تخليدا لذكرى وخلال الحفل أشهد محافظة الشبوى عوض الوزير بعطاء الفقيد الفني والأدبي مؤكدا على أهمية الثروة الفكرية والأدبية والتاريخية التي خلفها الفقيد فقيد الحركة العلمية في الجامعات ومراكز أبحاثها لافتا إلى حجم الخسارة التي منيت بها الشبوى في مجالات الفنون والإبداع مؤجها بجمع موروث الفقيد الثقافي والإبداعي واستكمال طباعة كل نتاجه الفكري على نفقة السلطة المحلية بالمحافظة وكان نجل الفقيد معنبا محرز قد عبر عن امتنان أسرته الكريمة لرعاة وحضور محافظة الشبوى لحفل تكريم والدهم الفقيد مثنيا على مبادرة مكتب الثقافة بالمحافظة بإقامة حفل التأبين لوالدهم تكريما لدوره في خدمة الثقافة الوطنية وتحقيقها لأهدافها بالمحافظة وفي ختم الحفل قام محافظ شبوى بتكريم أسرة الفقيد بام محرز بدرع المحافظة تقدير الإسلامات الفقيد في الحراك الثقافي والأدبي في المحافظة كرم محافظ شبوى عوض بن محمد الوزير العولقي اليوم نجم منتخبنا الوطني لأن ناشئ لكرة القدم الكابتن سعيد العولقي بدرع تذكري ومبلغ مالي مجددا التهانية للمنتخب والجماهير اليمنية وكل أبناء الشعب اليمني والقيادة السياسية بالفوز الكبير الذي حققه المنتخب والذي وحد اليمنيين بمختلف مشاربه منتمعاتهم السياسية من جانبه قدم الكابتن سعيد العولقي شكره للمحافظة على رعايته واهتمامه بالشباب والرياضة في المحافظة دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم عبدالله نيمر اللقاء التحضيري لتأسيس المبادرات الشبابية الذي يقيمه ملتقى شباب اليمن بمحافظة المهرة برعاية معالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظة المحافظة رئيس المجلس المحلي وخلال التشين الذي حضره وكيل أول المحافظة مختار محمد الجعفري أشار بن نيمر إلى أهمية دور الشباب في تحمل مسؤولياتهم في مختلف مجالات التنمية والتعويل عليهم في نهضة البلد مؤكدا دعم السلطة المحلية بقيادة المحافظة بن ياسر لتطلعات وطموحات الشباب في مختلف المجالات وكان منسق الملتقى بالمحافظة المهندس يوسف كالشات أوضح آلية تأسيس المبادرات الشبابية في المحافظة مشيرا إلى أنه سيتم الاتفاق على تنفيذ عدد من المبادرات خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتشكيل لجنة للمتابعة لافتا إلى أن المتقى سيعمل جاهدا إلى جانب السلطة المحلية لتحقيق طموحات الشباب وتطلعاتهم حضر اللقاء مدير عام مدرية شحن محمد زعبتوت عقد وكيل أول محافظة تعادن محمد نصر الشاذلي عقد بمدرية الصيرة اجتماعا استثنائيا لمناقشة سير عمل المشاريع المنفذة في المديرية وعلى وجه الخصوص مشروع المرسابة لتصريف مياه الأمطار وقد استمع الشاذلي إلى شرح حول مشاريع المديرية حول مستوى إنجازها وكذا ما سيتم تنفيذه من خدمات في البنى التحتية في المديرية كما اطلع الشاذلي خلال زيارته الميدانية لمشروع تصريف مياه الأمطار من منطقة المرسابة إلى البحر في القطية على سير العمل في المشروع ومكانية تنفيذ مشاريع البنية التحتية المصاحبة للمشروع اطلع وكل أول وزارة الداخلية اللواء محمد الشريف بسيئون على خطط وبرامج اتحاد الملتقات التطوعية بوادي حضر موت وفي اللقاء استمع من قيادة الاتحاد لا شرح عن برامج الاتحاد المزمع اقامتها خلال الفترة القادمة في عموم مدريات الوادي والصحرام والتي تسعى إلى مساندة المكاتب الحكومية في عدد من المجالات واستغلال اوقات الشباب فيما يعود بالنفع على مجتمعهم ووطنهم واشارت قيادة الاتحاد إلى أن الاتحاد يضم قرابة 13 ألف شاب وفتاة يتوزعون في 182 ملتقا تطوعي شباب وساهموا في المشاركة على مدى ثلاث سنوات في خدمة حجاج بيت الله الحرام بمنفذ الوديع البري عقدها بديوان محافظة شبو لقاء موسع ضم وكيل المحافظة أحمد أدغاري والوكيلان المساعدة للمحافظة على الكندي وسالم النسي ومدرع عموم القطاعات المديرات المعنية بتدخلات البرامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في المحافظة وعضى الفريق الفني التابع للبرامج السعودي الذي يزور المحافظة حاليا وذلك برئاسة المهندس محمود ياسين وخلال الاجتماع جار استعراض أهم المشاريع الخدمية والتنموية التي يتوجب إدخالها ضمن أنشطة وتدخلات البرامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن خلال الفترة القادمة بحسب المدريات والقطاعات وأشهد وكلاء المحافظة بالتوجهات القادمة للبرامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن داخل المحافظة وأكدنا بأن التدخلات ستلعب دورا هاما ومؤثرا في تنمية وتطوير القطاعين التنموي والخدمي بالمحافظة وما يساهم بالتالي في تحسين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فيها من جانبهم أكد من جانبهم عبر أعضاء الفريق الفنية السعودية عن شكرهم وتقديرهم لتسهيلات لازمة التي تقدمها المحافظة للفريق بما يمكنه من تنفيذ مهامه الميدانية في المحافظة على أكمل وجه طالب رئيس مجلس دار الصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيس بالعصمة المؤقتة عدن معين الماس بإغلاق كافة مواقع تحميل الشاحنات بالبضاع خلال خارج نطاق ميناء عدن وقال الماس خلال اجتماعا ضم المدير التنفيذي للمؤسس العامل للطرق الجسور علي أحمد حسن بوكيل محافظة عدن لشؤون قطاع الغاز رشاد أشائع أن هناك مواقع لعادة تحميل الشاحنات والقاطرات خارج نطاق الميناء وأكدا أن الصندوق لديه القدر على إنشاء ميازين محورية مشيرا إلى أن الميازين الموجودة حاليا هدفها ممارسة جبايات مالية وزيادة إراداتها وليس ضبط الأوزان المحورية على الطرقات ما نتج عنه خسائر للطرق والصندوق ناقش رئيس مجلس دار الصندوق صيانة طرق الجسور معين الماس مع مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق في محافظة حضر موت محمد باص صلعة إصلاح الشوارع في مدريات الساحة لحضر موت وأكد الاجتماع على ضرورة المطالبة بمعالجة الأسباب التي تؤدي إلى تخريب الطرقات وعمل مراقبة على الموازين فيما يتعلق بالمخصصات والإرادات وشدد الاجتماع على ضرورة العمل السوية بشكل منسق ومتعاون لنهوضي بهذا القطاع الهام باعتبار الطرق الرئيسية شريان حياة وشدد المهندس الماس على سرعة إنجاز المشاريع المستادفة بساحة لحضر موت وتوجيهها لصيانة وإصلاح شوارع مدريات ساحة لحضر موت اطلع وكيل محافظة حضر موت لشؤون مدريات الوادي والصحر عصام الكثيري على أنشطة مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في بلادنا الذي ينفذه لتحاد الأوروبي عبر منظمة صناع النهضة وتعرف الوكيل الكثير على أنشطة المشروع الذي ستستفيد منها ثلاث مدريات بوادي حضر موت هي سيئون وتريم القطن ضمن 24 مدرية في خمس محافظات مستادفة والهدفة إلى تعزيز مرونة أنظمة الحكم المحلي وتمكن السلطات المحلية من تقديم خدمات فعالة وعادلة معربا عن استعداد السلطة المحلية دعم مساندة تدخلات المشروع والعمل على تحسين مستوى الأداء في الأجهزة الإدارية التنفيذية شكل اجتماع الموسع بعدد من الشباب في مدرات وادي حضر موت لجنة لأنشطة عام الشباب 2022 وجرى خلال الاجتماع الذي رأسه وكيل محافظة حضر موت لشؤون مدريات الوادي والصحراء صم الكثيري مناقشة اتجاهات رسم ملامح الوضع المستقبلي لمحافظة حضر موت وعشر الوكيل الكثير إلى الترتبات التي ستسمى في إنجاح الإجراءات الخاصة بوضع رؤى الشباب للتغلب على التحديات التي تواجه حضر موت وسبل العمل القيادي المستقبلي في المحافظة موضحا أن ابناء حضر موت يمتلكون قدرات عالية في العمل القيادي معربا عن أمله أن يكون الجاري نقطة انطلاق لمزيد من الأنشطة الحيوية التي ترسم الغدى المشرق لحضر موت دشرت إدارة تثقيف الإعلام الصحي بمكتب الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء بحضر موت حملة توعوية للوقاية من انتشار الحميات بشراكة مع اتحاد النساء اليمن ومؤسسات الإمام الشافعي بدعم من مؤسسة بسمة لتنمية المرأة والطفل وتستادف الحملة التي تستمر إلى نهاية شهر فبراير الجاري إقامة العديد من الأنشطة التثقيفية بتنسيق مع أربعة فروع لاتحاد النساء اليمن في مدريات السيئون وتريم القطن والسوم لإصال الرسائل التوعوية التي تسهم في الحد من انتشار الحميات وخلال التدشين أشاد وكل المحافظة المساعد لشؤون مديرات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي بتنظيم الحملة التوعوية واختيار شريحة النساء لدورهن الكبير في نشر الوعي بين أوساط المجتمعات وإصال المعلومة الصحيحة في ظل انتشار العديد من الحميات بدأت بالعاصمة المؤقتة عدن فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بجودة تشخيص الملاريا لمقارنة حالات الفحوصات بالمكروسكوب والفحص السريع الذي ينظمها البرامج الوطني لمكافحة الملاريا ومنظمة الصحة العالمية بدعم من مركز الملك سلمالي لغاثة الأعمال الإنسانية وسألتقي عشرون كادرا من فني المختبرات في عشرة مرافق صحية بمحافظتي عدن ولحج في الدورة التي تستمر يومين محاضرات نظرية وتطبيقية في كيفية أعداد الشرائح وصياغتها وصبغتها وفردها وفحصها مكروسكوبيا وطرق القراءة المثلة لتقييمها بهدف تحقيق ضمان ودقة التشخيص الصحيح لمرضى الملاريا بما يعكس صورة الحقيقية لوبائيات الملاريا في هذه المحافظة وفي افتتاح الدورة أكد وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الأولية الدكتور علي الوليدي أهمية الدورة في رفع المعارف والمفاهيم السليمة في التعاطي مع مرض الملاريا مشيرا إلى أن الوزارة تعمل وبدعم مشاركائها في تبني استراتيجية خاصة في التعامل مع حم الضنك والشجوجونيا والسير باتجاه تعزيز العمل البحثي من جانبه استعرض مدير عام البرامج الوطني لمكافحة الملاريا بوزارة الصحة الدكتور ياسر عبدالله باهشم الأهداف المرجوة من الدورة التي سيتمخض عنها إجراء دراسة علمية سيتم اعتماد نتائجها كبروتوكول خاص بالتعامل مع تشخيص وعلاج حالات الملاريا بدورهما أكد نائب مدير مكتب مركز الملك سلمالي لغاثة والعمال الإنسانية نائف العسيري ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية بعدا الدكتورة نوها محمود أكد أهمية الدورة في تعزيز وصقل مهارات فنيي المختبرات الطبية لجهة جودة التشخيص سيارة وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في العاصمة المؤقتة عدن شحنة طبية لعدد من المستشفيات بأربع محافظات هي حضر موت وشبه ومأرب أبيا الشحنة المدعومة من البنكين الإسلامي والدولي تشمل 12 طن من الأدوية المتنوعة والمستلزمات الطبية والأدوية الجراحية وأضح دور عام الطوارئ والإسعافات بوزارة الصحة الدكتور منصور الحبيشي والقائم بأعمال مسؤولة الطوارئ بمكتب منظمة الصحة العالمية بعد أن شحنة ستعمل على رفض المستشفيات المرسل لها بما يمكنها من أداء مهامها لا سيما في علاج حالات الإصابات والجروح مثمنين الدعم المقدم من شركاء القطاع الصحي لمختلف القطاعات بارك مجلس التعبية والإسناد الشعبي بأمانة العاصمة انتصارات الجيش الوطني وألوية العمالقة في محافظتي الشبوة ومأرب وأكد المجلس في اجتماعه العمل بكل طاقاته وإمكانياته لدعم إسناد الجيش الوطني والمقاومة وتوحيد الصف الجمهوري لتحرير الوطن من الملشيات الحوثية الإرهابية مزيد من التفاصيل في التقرير الذي عده الزميل محمد الجداسي تزامنا مع انتصارات الميدانية لجيش الوطني والوية العمالقة في شبوة ومأرب عغدة اللقنة التنفيذية لمجلس التعبية والإسناد الشعبي بأمانة العاصمة الاجتماع الدوري الأول للعام 2022 واستعرضت الإنجازات والأنشطة المنفذة خلال العام المنصر بارك المجتمعون الانتصارات الكبيرة لجيش الوطني والوية العمالقة والتحولة الكبيرة في ميدا المعركة في محافظة شبوة ومأرب بسم الله الرحمن الرحيم بخصوص هذا الاجتماع يأتي كاستحقاك في النظام الأساسي لأعضاء مجلس التعبية والإسناد بأمانة العاصمة وهو لقاء دوري ويعتبر أول لقاء في عام 2022 تم استعرض فيه التقرير والخطة واللائحة ويأتي هذا أيضا تزامنا مع الانتصارات التي حققها الجيش الوطني والعمالقة والمقاومة ورجال القبائل في شبوة ومأرب وتعز وغيرها أيضا يأتي هذا الاجتماع كإسناد للجيش الوطني والمقاومة الشعبية وكل الجهود والبنادق التي تقرح في ظهر هذا العدو الحوثي الإيراني السلالي الكهنوتي نعقد اللقاء الدوري للمجلس اليوم لمناقشة خطة العام القادم العام 2022 وسماع تقارير العام الماضي وإنجازات اللجنة التنفيذية للمجلس في هذه الأيام التي نعيش فيها انتصارات الجيش الوطني وأبطال العمالقة لمحافظتي شبوة ومأرب وهذا أمر تسر له النفوس وبإذن الله عز وجل تكون الأيام القادمة ومبشرة بالخير وتتوالى الانتصارات وحتى نصل بإذن الله عز وجل إلى صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية بإذن الله وشكرا الرجال والنساء وكل مكونات مجلس التعبية والإسناد الشعبية بأمانة العاصمة يعملون بكل طاقاتهم لدعم إسناد الجيش الوطنية والمقاومة الشعبية في مواقهة الميليشيات الحوثية الإرهابية طبعا لإسناد الشعبية العام بأمانة العاصمة بالنسبة لدور المرأة قمنا هذا بالنسبة لدور المرأة قمنا في إقامة الأنشطة وقرار التقرير ومناقشة الخطة السنوية الربعية لعام 2021 بالنسبة لدور المرأة هي التوعية بشكل عام للمجتمع أيضا دورها الدعم الجسرين للجبهات للمجتمع أيضا والأسر المرابطي شعبي بأمانة العاصمة اليوم اللقاء الدوري أو الربعي لمناقشة التقرير التقرير الربعي للعام الربع الأخير لعام 2021 وأيضا إقرار الخطة عام 2022 دور المرأة مهم جدا في دعم إسناد الجيش سواء من ناحية التوعية الدعم النفسي للمتضررين من الحرب مثل أسر الشهداء أسر الجرحة أسر المختطفين الأسرع تقدم المرأة دائما الدور الفعال على كل الصعود سواء في تسير القوافل في جمع المبالغ المالية في التعريف بالقضية والهوية توحيد الصفة الجمهورية والجهود الوطنية تعكس أهمية وقداسة المعركة لتحرير الوطن من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لقناة عدن الفضائية محمد قداسي محافظة مارب اختتمت بالعاصمة المؤقت عدن أعمال الورشة الربعية الثالثة لبرامج تعزيز الأمن المحلي بهدفه تنسيق وتطوير الشراكة بين مكونات المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والمسؤولين في مختلف المجالات التفاصيل في التقرير الذي عده الزميل والضاحة الشليلي اختتام الورشة الربعية الثالثة لبرنامج تعزيز الأمن المحلي الذي ينفذه مركز اليمن لدراسات وحقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسة رنين اليمن الورشة على مدى يومين هدفت إلى تعزيز الشراكة بين مكونات المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والمسؤولين في مختلف المجالات وأهمها السلطات المحلية والأجهزة الأمنية بمحافظة عدن نحن نعقد منتدات حوارية في كل شهر ما بين ثلاثة إلى أربعة حوارات مجتمعية حول مختلف القضايا في الأخير ترتبط بموضوع تعزيز الأمن المحلي تعزيز الأمن على المستوى المحلي هذا البرنامج ينفذ في ست محافظات عدن واحدة من هذه المحافظات نحن في مركز اليمن ننفذها في عدن هنا طبعا بالشراكة مع مؤسسة رنين اليمن نحن نعقد قبل الورشة الربعية نعقد منتدات يعني منتدات على مستوى ممثلي مكونات مجتمعية في المديريات ثم نعقد حوارات مجتمعية بعد كل منتدى مع السلطة المحلية في المديريات ويتم بحث هذه القضايا التي يعني المخرجات والتوصيات التي خرجنا فيها من المنتدى في الحوارات المجتمعية في المديريات ويعني بعدها الآن الورشة الربعية هذه جاءت لتقف أمام مخرجات خمس منتدايات التوصيات التي خرجت بها المنتدايات الحوارية التي استهدفها المشروع وما نتج عنها بعد ذلك من قرارات مهمة كانت ضمن توصيات سابقة على سعيد تعزيز دور الشرطة النسائية اتخذها مدير أمن محافظة عدن في وقت سابق أبرزها قرار تعيين ست نساء في منصب مساعد مدير شرطة لشؤون حماية الأسرة في عدد من أقسام الشرط فيما نحن يخص تخصصنا كأمن محافظة عدن طبعا مركز دراسات قام بدور كبير في تقريب وقهة النظر بين القيادات الأمنية النسوية وقيادة أمن محافظة عدن ممتلة بالعميد الركن مطهر علي ناقي التي خرج في نهاية المنتدية الحوارية بأنه أصدر قرار تعيين لمشاركة العنصر النسوي في قيادة شرط محافظة عدن طبعا القهد التي دفعت بهذه الأمور مركز دراسات حقوق الإنسان من خلال المنتديات الحوارية التي كنا نطرح الرؤى والمشكلة التي كانت هناك فقوة بيننا وبين قياداتنا تصحيح الإختلالات والأخطاء التي رافقت عمل بعض الأجهزة الإدارية والأمنية بعدا خلال فترة ما بعد الحرب هو الهدف العام من إقامة مثل هذه المنتديات الحوارية وورش العمل وذلك بهدف مواجهة أي خروج عن القانون والنظام ومكافحة الفساد المالي والإداري لبعض الإدارات المحلية والأمنية والعمل على إعادة تطبيع الأوضاع في مختلف مناحي الحياة من خلال تعزيز السيادة القانون لقناة عدن الفضائية والضاح الشليلي العاصمة عدن تتواصل بمدرية خنفر بمحافظة أبيان أعمال الحلقات النقاشية لمشروع قدوة المرحلة الثانية لمؤسسة إنسان التنموية وذلك في إطار البرامج التدربي الممول من وزارة الخارجية الأمريكية بإدارة منظمة أم ديست بالتنسيق مع إدارة التربية والتعليم وزيد من التفاصيل في التقرير الذي عده زميل والضاح الشليلي بمشاركة عشرون متدرب من الشباب تم اختيارهم ضمن المرحلة الأولى للحلقات النقاشية التي نفذتها مؤسسة إنسان التنموية بمحافظة أبيان وذلك في إطار البرامج التدريبي الممول من الخارجية الأمريكية بإدارة معحد إم ديست في مديرية خنفر تتواصل أعمال المرحلة الثانية الخاصة بالتدريبات التي تسهدف تنمية الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في بناء عملية السلام وذلك من خلال تنفيذ برامج توعوية تعزز من مهارات التواصل المجتمعي بين أوساط الشباب الذين هم رأس المال البشري كما وصفهم مدير عام إدارة التربية بمحافظة أبيان الدكتور والضاح المحوري هذا المشروع فعلا نحن نعمر تقامل هذه المشاريع التي هي بدرجة رئيسية تعالج أو تعمل على تهديب أو أصلاح سلوك الطلاب وتوقيع الطلاب نحو التنافس نحو حب المدرسة نحو الاتعاد عن سلوك العنف تبني فيهم ثقافة السلام تنمي فيهم ثقافة السلام تعمل على تطوير قدرات الطلاب نحو بنا مهتمع تكونوا مش مدحة أدبية بشكل جيد أربعة محاول رئيسية يتضمنها المشروع الذي يستهدف شريحة الشباب من خلال برنامج تدريبي يستمر على مدى أسبوعين يهدف القائمون عليه إطلاق مبادرة شبابية لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن والسلام المجتمعي في كافة المناطق المستهدفة لمشروع قدوتي بدأنا المرحلة الثانية اليوم من التدريبات في بناء السلام للشباب إن شاء الله يتلقوا للشباب تدريبات في أربع مواضيع في بناء السلام في خلال أربعة أسابيع منتظمة فيها مواضيع عن مهارات التصوير والتواصل مهارات الحوار والتفاول وحل النزاعات وإعداد مدربين من 2OT يبقى طيبة من المؤسسة للسلام وبدأنا في هذا اليوم بمرحلة تدريب الطلاب التي تم احتيارهم من كل من تنمية الفاروق وأيضا تنمية الصديق في المنطقة خنفر وزيكبار وهؤلاء الطلاب سوف يتعطون العديد من المهارات والعديد من القيم التدريب على مهارات الاتصال والتواصل والحوار والتفاوض وحل النزاعات هو هدف المشروع في مرحلته الثانية وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى الذي استهدف الطلاب في ثانوية يصديق بزنجبار والفاروق بمديرية خنفر محافظة أبيان لقناة عدن الفضائية وضح شليلي محافظة أبيان نظمت الإدارة العامة للطوارئ والإسعافات بوزارة الصحة في العصمة المؤقتة عدن دورة تدريبية حول الإسعافات الأساسية للعاملين بأخسام الطوارئ في المستشفيات المركزية في محافظات الضالع وأبيان وتعز وتهدف الدورة التي تستمر أربعة أيام إلى تعزيز قدرات ثمانية وعشرين متدربا ومتدربة في مجال المهارات اللازمة في كيفية التعامل مع الحالات الطارئة والإصابات الأساسية في المستشفيات المركزية التي تشكل مرتكزا للتجمع السكاني وتستقبل الأكثر وتستقبل أكثر الحالات الطارئة في المحافظات المستهدفة عقد بمدرية المعلى بعدا لقاء ضم إدارة التربية والتعليم بالمدرية وشركة فليكس المسؤولة عن عمل دراسات لتقييم العمل المؤسسي في إدارة التربية والتعليم وذلك ضمن برامج بوابة التعليم التي تنفذه منظمة رعاية الأطفال Save Children وذلك خلال اللقاء وخلال اللقاء عبر مدير مدرية المعلى عبد الرحمن الجاوي عن سعادته باختيار المدرية لتنفيذ هذه الدراسة حيث استمع إلى شرح عن مكونات وأهداف المشروع من قبل ممثل مكتب التربية في عدن والشركة المنفذة للدراسة مؤكدا عن سعادته باختيار المدرية لتنفيذ الدراسة بالاتفاق مع مكتب التربية والتعليم نظمت مبادرة تأكون قدوة للتنمية عددا من الأشطة الرياضية للقضاء على ظاهرة التنمر في مدارس تعز وذلك في إطار مشروع تعزيز أدوار طلاب وطالبات المدارس في بناء السلام مزيد من التفاصيل في التقرير الذي عدته زميلة نعائم خالد برانج السلام وغرس قيم السلام في أوساط الطلاب والطالبات في المدارس وإيجاد أنشطة رياضية محببة لهم تعطي دفعة لإيجاد السلام بين الطالبات وقد انعكس إيجابا على تصرفاتهم ومعاملاتهم المستقبلية وذلك من خلال مبادرة كن قدوة للتنمية وبدعم من منظمة أجيال بلاقات للتنمية والتوية ضمن إطار مشروع تعزيز أدوار الشباب الطلاب وطالبات المدارس في بناء السلام من خلال الرياضة المدرسية والذي يهدف إلى المساهمة في زيادة انخراط طلاب وطالبات المدارس في الفعاليات الرياضية والمشاركة فيها والحد من التنمر في الحقيقة نتقدم بقزيل الشكر والتقدير للمبادرة الذي قامت بتنفيذ هذه الانشطات الرياضية تشجيع وتحفيز الطالبات على الرياضة القانب الآخر أتمنى أنه تمود إلى مدارس البناء هذا المبطوة مهمة القانب الآخر أتمنى أنه ما يكونش موسمي يومين ثلاث أيام أربع أيام تمنا يوم في معهم حصة صلعاب معهم حصة انشطة يفاعلوا إدارة المدارس وتفاعل حصة الانشطة وأن تستمر في ممارسة الرياضة بأنواعها هدف المشروع المساهمة في انخراط الطلاب وطالبات المدارس في الانشطة الرياضية للتخفيف من التوتر والقلق النفسي نتيجة الصراعات الحاصلة حيث تم استهداف مدرسة معاد بن قبل تم إعادة تأهيل الملعب لكرة السلة وتكوين فريق لكرة السلة وتدريبهم وإقامة المبارآت على مستوى المدازة تحت إشراب مكتب اتحاد كرة السلة في برء نوعاً من الترفيع عن الطالبة وأيضاً فروقها من واقع الممل المدرسي بالإضافة إلى نفوس التعبانة من نتيجة الحرب والأزمات يمكن الرياضة تخفف نوعاً ما ويكون دعم نفسي للطالب والطالبة يعني نحن سعداء أن المبادرة قتل عندنا ودعمتنا بألعاب رياضية لأن الألعاب الرياضية تعمل على دور الرئيس على تعزيز دور السلام مبناء السلام ومنها يعني نغير مشكلة يعني دراسة دراسة يكون يعني في حاجة مختلفة زي الرياضان يلعب شطرانج وكذا سلام كلمة محببة بين أوساط الطلاب والطالبات والطواقة إلى الإيقاف الحرب الظالمة نعايم خالد قناة عدن فضاريات عز وبهذا تقرير نصل وإياكم إلى نهاية هذه النشرة نلقاكم في نشرات مقبلة إلى اللقاء موسيقى